السلام عليكم إخواني ومرحبا بكم في قناتكم بريت أراب إليكم عنوان هذا الفيديو شاهد قلق جماهير الهيلل من غياب نجمها نايمار من الدوري روشن السعودي لنشاهد التفاصيل تجاوز الهيلل الأثر النفس البالغ لغياب نجمه البرازيني نايمار حتى نهاية الموسم نتيجة إصابته بقطع فر بارت الصليب مع منتخب بلده فحقق انتصارا تمينا دعم موقفه واحدا في الصدراء مستغلا تعادل ملاحقه الاتحاد والتعاون فيما قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونادو فريقه النصر إلى فوز الجديد ارتقى به إلى المركز التاريخ بالدوري السعودي لكرة القدم وخيام غياب صاحب الرقم القياسي بعدد الأهداف الدولية مع متخب البرازيل بـ 79 هدفا على أرجاء إصاد الأمير فيصل بن فهد فصدعت أهزج الجماهير الزرخاء طويلا باسم السحر أثناء المباراة مع الخليج كما رفعت له لافتا كتب عليها عد أقوى وجاء الفوز التاريخ التاسع للزعيم على حساب الفارق الشرقوي ليعزز من رصيد الهيلال في سجلي الخاري من الأهداف في مرمعه للمباراة الخامسة تواليا في مجمع المسابقات وفيما أشارت صحيفة أغلوبو البرازيلية إلى أن الإصابة التي تعرض لها النجم الهيلال لها تداعية أبعدة من الرياضة لأنها ستحرمه من مكافأة قدرها 80 ألف يورو عن كل فوز للفارق كشفت صحيفة الشرق الأوسط اللندونية أن النجم البرازيلي يأتي على رأس النجوم المتوقع مغادرتهم في فترة انتقالة الشتوية إذا سيجب للهيلال على تسجيل محترف آخر نظرا لأن فترة الغيابة ستمتد إلى نهاية الموسم بدوره لم يكشف البرتغالي جورج جيسوس مدرب الهيلال عن مصير لاعب باريسان جيرمان الفرنسي السابق بل اكتفى بالقول إن خسارة لاعب بحجم نايمار تعتبر أمرا صعبا موظفا يجب أن نتأقلم عن اللاعب بدونه ونتمنى عودته أقوى وكان على جيسوس أن يتجاوز أيضا سلوك لاعب البرازيلي ميشايال ديرغادو الذي عبر عن غضبه بعد استبداله في الضخائق الأخيرة من المواجهة بعبد الله الحمدان إذ ألقى بقرارات المياه غضبا على الأرض لكن جيسوس برر انزعاج نجمه بالآلم التي كان يعاني منها أسفل البطن قائلا أعتقد أنه كان يشعر بداخلي أنه منزعج من الأداء الذي قدمه وعلاقتي ممتازة معه على الرغم من الأمور كادت تشتعل بين الطرفين لو لا تدخل مساعد المدرب بحسب ما أظهرته كاميرا النقل المباشرة جاء كلام ديرغادو مطابقا لمدربه بقوله غاضب من نفسي لأني لم أقدم المستوى المأمول ولا مشاكل بينه وبين المدرب لكن كلام ديرغادو لن يجنبه العقوبة المالية التي ستوقع عليه من إدارة ناديه بحسب صحيفة الرياضية المحلية